في هذا الفيديو ستحلون أمثلة أكثر على طيف الرنين النووي المغناطسي NMR تعلمتم في فيديوهات سابقة طريقة استنتاج التركيب النقطي لجزيء ما من خلال طيف NMR الخاص به ابدأوا بالمثال الأول المخطط الطيفي للمركب الذي أمامكم هو للجزيء C9H10O أولاً احسبوا معامل النقص الهايدروجيني HDI هناك تسع ذرات كربون في هذا الجزيء وعليه أكبر عدد ممكن من ذرات الهايدروجين التي يمكن أن ترتبط بذرات الكربون في هذا الجزيء يساوي 2 ضرب 9 زائد 2 تظهر الصيغة الجزيئية أن هناك 10 ذرات هيدروجين فقط في هذا الجزيء أي أن عدد ذرات الهايدروجين الموجودة يقل عن الحد الأقصى بعشر ذرات 10 ذرات هيدروجين تساوي 5 أزواج من ذرات الهايدروجين إذن معامل النقص الهايدروجيني HDI يساوي 5 عندما يساوي معامل النقص الهايدروجيني 4 أو أكثر فإن ذلك يدل على وجود حلقة بنزين في الجزيء سأرسم حلقة بنزين هنا وحتى تتحققوا من ذلك انظروا إلى الإشارات في المخطط الطيفي وبالتحديد إلى هذه الإشارة التي هنا هذه الإشارة المعقدة عبارة عن مجموعة من الإشارات المتداخلة والصادرة عن البروتونات من حلقة البنزين وما يؤكد ذلك هو أن قيمة الإنزياح الكيميائي لها تقع بين القيمتين 6.5 و8 وهي منطقة البروتونات الأروماتية في طيف الرنين عدد البروتونات التي تمثلها هذه الإشارة هو 5 مثلوها في حلقة البنزين هذه البروتونات الخمسة تقع في بيئات كيميائية مختلفة لكن الاختلاف بينها قليل لذلك ينتج عنها هذه الإشارات المتداخلة والتي تشكل هذه الإشارة ذات الشكل المعقد حسناً القيمة 4 لمعامل النقص الهايدروجيني تدل على حلقة البنزين لكن معامل النقص الهايدروجيني لهذا الجزيء هو 5 هذا يعني أن هناك جزء آخر من هذا المركب لم تمثله بعد الجزء الآخر المتبقي في هذا المركب هو رابطة مزدوجة وما يدل على ذلك هو هذه الإشارة التي هنا تقع هذه الإشارة بين القيمتين 9 و10 والإشارة التي تقع في هذه المنطقة هي الإشارة الخاصة بالبروتونات الموجودة في Alt-Heat إذن تمثل هذه الإشارة Alt-Heat سأرسمه بالقرب منها والآن انتقلوا إلى الإشارتين في يمين المخطط الطيفي تمثل هذه الإشارة بروتوناتين إذن هناك مجموعة CH2 ما عدد البروتونات المجاورة لهذين البروتوناتين في مجموعة CH2؟ انظروا إلى الإشارة الصادرة عن هذه البروتونات هناك واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث قمم في هذه الإشارة عدد البروتونات المجاورة يساوي ثلاثة ناقص واحد ويساوي إثنان تذكروا أن الرمز N يشير إلى عدد البروتونات المجاورة إذن هذه الإشارة تمثل مجموعة CH2 ولدى هذه المجموعة بروتونات مجاوران الأمر ذاته بالنسبة إلى الإشارة الأخرى إلى يمينها تمثل هذه الإشارة بروتوناتين إذن المجموعة هنا هي CH2 وهناك ثلاث قمم فيها ثلاث ناقص واحد يساوي إثنان هذا يعني أن هناك بروتوناتين مجاورين لهذه المجموعة لابد وأن هاتين المجموعتين متجاورتان هذه مجموعة CH2 وهذه مجموعة CH2 أخرى عدد البروتونات المجاورة لكل بروتونين في مجموعة CH2 هو إثنان تحققوا من ذلك في رسم هاتين المجموعتين ما عدد البروتونات المجاورة لهذين البروتونين اللذين أحددهما بالأحمر هذه ذرة الكربون المجاورة للذرة المرتبطة بهما، وهي مرتبطة ببروتونين. إذن، هذا العدد صحيح. وهكذا حددتم الأجزاء الموجودة في التركيب النقطي لهذا الجزء. والآن، اجمعوا هذه الأجزاء في تركيب نقطي واحد. هناك طريقة واحدة ترتبط بها هذه الأجزاء مع بعضها، وهي بإضافة مجموعة CH2 إلى ذرة الكربون التي هنا. ثم إضافة مجموعة CH2 الأخرى، ثم إضافة الألدهيد هنا. وهذا هو التركيب النقطي لهذا الجزء. انظروا إلى البروتون الموجود في الألدهيد، وهو المحدد بالبنفسجي هنا. الإشارة الصادرة عن هذا البروتون أحادية، كما أن لديه بروتونين مجاورين، وهما هذان البروتونان المرتبطان بذرة الكربون التي هنا. فهذه الذرة التي ألونها بالبنفسجي هي الذرة المجاورة للذرة المرتبطة بالبروتون الخاص بالألدهيد. إن وجود بروتونين مجاورين للبروتون الذي هنا، يجعلكم تعتقدون أن ذلك سيسبب حدوث انقسام في إشارة هذا البروتون. لكن المخطط الطيفي لهذا الجزء لا يظهر انقساماً في هذه الإشارة. في الواقع، لو قربتم سورة هذه الإشارة، للاحظتم أن هناك انقساماً فيها، لكنه بسيط جداً ويكاد لا يلاحظ. والسبب في ذلك هو أن ثابت الازدواج لهذه الإشارة صغير جداً. انتقلوا إلى مثال آخر. المخطط الطيفي الذي أمامكم هو طيف الرنين النووي المغناطيسي NMR للجزء C2H6O. الإشارة إلى يسار المخطط تمثل بروتونين، وهذا يعني أن هناك مجموعة CH2 هنا. ما عدد البروتونات المجاورة لها؟ هناك واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربع قمم في هذه الإشارة. إذن عدد البروتونات المجاورة يساوي أربعة ناقص واحد ويساوي ثلاثة. الانزياح الكيميائي لهذه الإشارة قريب من القيمة أربعة بي بي أم. والإشارات التي تقع في هذه المنطقة تدل على أن البروتونات التي أصدرتها مرتبطة بذرة كربون مرتبطة بدورها بذرة ذات كهرو سلبية مرتفعة. تظهر الصيغة الجزائية أن هناك ذرة أكسوجين في هذا المركب، وعليه لا بد أن ذرة الأكسوجين مرتبطة بذرة الكربون التي هنا. أرسموا هذا الجزء. هذه هي ذرة الأكسوجين، وهي مرتبطة بذرة الكربون، وذرة الكربون مرتبطة بذرتين هيدروجين. ذرة الأكسوجين أكثر كهرو سلبية من ذرة الكربون، ولذلك فهي تعمل على سحب الكثافة الإلكترونية نحوها بشكل أكبر. ونتيجة لذلك فإن قيمة الانزياح الكيميائي لهذان البروتونات كبيرة، وهذه الإشارة الصادرة عن هذين البروتونات المحددين بالبنفسجي. انتقلوا إلى الإشارة التالية. تمثل هذه الإشارة ثلاثة بروتونات، إذن فهي تمثل مجموعة CH3. ما عدد البروتونات المجاورة لهذه المجموعة؟ هناك واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث قمم في هذه الإشارة. عدد البروتونات المجاورة يساوي ثلاثة ناقص واحد ويساوي اثنان. لا بد أن هذين البروتوناتين هما المحددان بالبنفسجي في هذا الرسم. لذا، أضيف مجموعة الميثيل بجانب هذه المجموعة هنا. سأحدد البروتونات في هذه المجموعة بالأحمر. هذه البروتونات هي التي تصدر عنها الإشارة التي هنا. عدد البروتونات المجاورة الذي استنتجتموه من هذه الإشارة هو اثنان. وهما البروتونات المحددان بالبنفسجي في التركيب النقطي. أما البروتونات المحددان بالبنفسجي، فعدد البروتونات المجاورة لهما يساوي وفقاً لما استنتجتموه في إشارة الطيف هو ثلاثة. وهذه هي البروتونات المجاورة الثلاثة في التركيب النقطي. انتقلوا إلى الإشارة الأخيرة في هذا الطيف، وهي الإشارة في الوسط هنا. هذه الإشارة تمثل بروتونا واحداً. انظروا إلى التركيب النقطي الذي رسمناه إلى الآن. هناك موقع واحد لوضع هذا البروتون، وهو بجوار درة الأكسجين التي هنا. إذن هذا البروتون المحدد بالأزرق هو الذي صدرت عنه هذه الإشارة. هذا البروتون جزء من مجموعة هيدروكسيل، وهي التي تجعل الجزء كحولاً. يصعب تحديد منطقة لقيم الإنزياح الكيميائي للإشارة الصادرة عن هذا البروتون، فهي تظهر عادةً بين القيمتين 2 و5 بي بي إم، وهذا مدى واسع من قيم الإنزياح الكيميائي، مما يجعل التنبؤ بالقيمة التي تظهر عندها إشارة هذا البروتون أمراً صعباً. مع عدد البروتونات المجاورة لهذا البروتون المحدد بالأزرق، ذرة الكربون المجاورة له مرتبطة ببروتونين، وعليه فإن عدد البروتونات المجاورة لهذا البروتون هو 2، لكن ذلك يعني أن عدد القمم في إشارة هذا البروتون يساوي 2 زائد 1 ويساوي 3، إلا أن إشارة هذا البروتون في هذا الطيف أحادية وليست ثلاثية، والسبب في ذلك هو أن البروتون في مجموعة الهايدروكسيل ينتقل من جزء إلى آخر بسرعة، وهذا الانتقال سريع جداً إلى درجة تمنعه من البقاء في جزء واحد لمدة طويلة بشكل كافٍ حتى يتفاعل مع البروتونات المجاورة، ولهذا السبب لا يظهر انقسام في إشارة هذا البروتون. يمكن حدوث انقسام في إشارة هذا البروتون إذا ما توافرت الظروف الملائمة، فتظهر إشارة ثلاثية بدلاً من أحادية في طيف NMR، لكن الإشارة في معظم الأطياف التي تحصلون عليها أحادية وليست ثلاثية. وهذا بحد ذاته يكون دليلاً على أن البروتون هو بروتون كحولي، أي أنه الخاص بمجموعة الهايدروكسيل في الجزء. وهكذا تعلمتم في هذا الفيديو مجموعة من الأمثلة على طيف الرنين النووي المغناطسي NMR. طبقتم فيها طريقة تحديد التركيب النقطي لجزء ما من خلال معرفة طيف الرنين النووي المغناطسي لذلك الجزء.